هل في فرق بين العلاج النفساني العلماني والعلاج النفسي المسيحي؟ هذا السؤال في غاية الأهمية والسبب هو التالي في كثير علماء نفس مسيحيين يرفضون أي تقارب نفسي ساكلر علماني لأنه بيعتبروا أنه هذا أمر ليس من الكتاب أنا أحترم كل شخص بأي تفكير لكن أقول الكتاب لا يذكر شيء عن أمراض القلب ولا الفالج ولا السكري فلماذا أقبل البحوث الطبية لكل الأمراض ولا أقبل البحوث الطبية للأمراض النفسية والعقلية؟ هذا جهاز في جسمي جهاز العصبي والكيميائيات مثل أي جهاز آخر الكتاب المقدس ليس كتاب طبي وكتاب روحي طبي روحي سنتعامل مع الموضوع فيها هذا على التطرف الأكسريم التطرف الثاني لما أنا بقدم نفسي للناس كراعي كنيسة آه إن أشترف أنا مثلا عندي دكتورة بيعلم نفس واو كأن هذا شيء أسمى بكثير شو يعني علم النفس سايكولوجي لوجي بتعرف سايكولوجي يعني العلم 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 سايكولوجي أي اللوجي بس سايكو هي كلمة يونانية بسيخي بسيكولوجي بسايكولوجي بسيخي أي النفس النفس فمن هو الذي خلق النفس الله فخالق النفس هو الأجدر بإصلاح النفس فإذن هناك نواحي اختبارية مجهرية بالمختبر بالستاتيستيكس بالمراقبة بالمراقبة نعرف أنه الناس اللي بيتصرفوا بهذا النوع من الخلل تسمى حالتهم كذا أو كذا أو كذا ولكن أحيانا كتير بقولوا أنا رحت عند عالم نفسي مسيحي بدي عالم نفسي مسيحي أو مستشار مسيحي شو يعني مسيحي يعني هو مسيحي أو مؤمن هذا ليس علاج مسيحي يجب أن يكون المعالج مسيحي ويكون العلاج مسيحي وأنا برأيي نحن نحتاج للاثنين للناحية الطبية الفيزيائية العقلية العصبية محتاجة إلى الدواء ونشكر الله لأجل الأطباء لأجل الباحثين والمختبرات أكيد فيه عداف مالية أحيانا ولكن هذا لا يكفي ورح أرسم حاول أرسم خط شرخ كبير بين الأثنين تكلمنا أين يتفقه الأمور الاختبارية الأمور الإحصائية لكن أين يختلفه؟ هو للأسف هنا للأسف معظم علم النفس لا يعترف بوجود الله اللي بسيطة لا مش بسيطة لأن وقت لما بتختار الخيار أي يقودك للخيار بي لما الله مش موجود إذن أنا لسته مخلوق إذا لسته مخلوق إذن أنا لسته على صورة الله ومثاله لا يوجد ما في أرنولد قدام هو بيرسم أرنولد فإذن أنا مخلوق أنا سبيشيز أنا فئة من المتطورات آخرها كان القرود إذن لا يوجد خطية إذن لا يوجد خطية فإذن أعمل ما تشاء أربعة إذن لا يوجد مقياس للعلاج لأنه لا يوجد حق مطلق ما هو حق لك قد يكون غير مقبول له وما هو حق بالنسبة لي فأنت مصدر الحق إذن العلاج يأتي منك العلاج النفسي والتفكيري نحن نعرف هذا ضد كل ما يقوله الكثير المؤدس أنه يوجد خالق خلقنا على صورته ومثاله يوجد قصد وهدف يوجد pattern مثال أعلى يوجد حق يوجد مشكلة اسمها الخطية ويوجد علاج اسمه طريق الله الحق هو من خارجي وليس مني هذه النقطة المهمة كنت أتعامل مع عائلة مش من زمان والرجل مش مقتنع بالنصائح الرعوية إذن اللي بدروه عند طبيب نفساني بدروه عند طبيب نفساني بدروه عند طبيب نفساني فروه عند طبيب نفساني هو يعاني من بعض الصعوبات مثل بكتار من البيوت وهذا مش مش آفة مش مصيبة مصيبة إن لم تعالج مع زوجته خلافات على أمور مالية ربما على أمور حياتية وغيرها باختصار هو لا يشعر أنه زوجته تعطيه الوقت الكافي والاهتمام الكافي حتى نبقى بالعمومية ذهب إلى طبيب نفسي غاب جمعتين ثلاثة بعدين زارني خير إن شاء الله قال لي ذهبت إلى الطبيب نفسي استمع لي وقاتب يشعروا بهذه الأيام ساكلر كونسلر يعني العلمانيين بأنه غير أخلاقي أنه يعطوك نصيحة لأنه مين أنا اللي أعطيك نصيحة يجب النصيحة أن تأتي منك كمريض أو معاني استمعت له سمعت له استمعت له بالآخر قلت له أمامك ثلاث خيارات إما أنك تطلق إما أنك تتقبل الحالة وإما أنك تبدأ تنظر تبحث عن إمرأة أخرى لحاجاتك وتكمل مع زوجتك ويكون زوجتك في البيت وإمرأة أخرى لأمور أخرى هذا أنا لا أحتقر وأستخاف بمعلومات الطبيب النفسي ربما عنده أكبر الشهادات ونحترم لكن ما في علاج لو نفس الشخص أتى بنفس الحالة إلى معالج مش ضرورة يكون عنده ماجستير أو دكتورة كانوا بالزمانات مين يروحوا أخ نزار قال الحدثات إذا عندهم مشاكل لمين بيروحوا عند المسنات عند الماما عند العجائز يلي حفظت الإيمان يلي غسلت أرجو القديسين يلي استضافت الغرباء في بيتها يلي سلكت الصدوك المسيحي هي بتعلمها أوقات تير من فكر بدنا الشهادة الكبيرة فوق رأسه لل شخص تقي يحب الله عنده حكمة روحية تتجاوز بأضعاف ليه؟ لأنه عنده المصدر الصح ليه كلمة الله ليه شفاء وعلاج لأرواحنا ولنفوسنا لما يجل عندي هذا الشخص أكيد لازم نحكي معه نحكي مع زوجته ونشوف المشاكل ونشوف عشوه مختلفين عشوه متفقين شو هي الأمور الخطية اللي عم يعملوها يعني لما الزوجي مثلا أو الزوج لا يهتم بشريك حياته ولا يعطيه الوقت الكافي يركز على نفسه هذه الأنانية بينما الزواج هدف الزواج أنا دايما لما تنام بأن يتزوج وبعد أنا وياههم هدف وقصد الله من أنك تكون زوجة لفلان أو زوجة لفلان أنا سمع أمور تيري لكن أنا مقتنع كتابيا من أفضل الأجوبة هو التالي أن أجعل شريك حياتي أسعد إنسان مسيحي في العالم هذا واجب الأول لأن معظم الناس تقول له لماذا اخترت فلاني لأنها تشعرني بالمحبة ولأنها تستطيع أن تكون أم أولادي ولأنني تحتو أنا معه من دولة نحن أنانيين ماذا لو رب أعطاك واحدة لكي أنت تسعدها وتشعرها وتحملها وربما عندها نقص لكي تكمل نقائسها فبنقول تابو ماذا عني لو هو طبق نفس الشي أن يعيش لإسعادي وأنا عيش لإسعادي نكون الاثنين مرتاحين لكن أكيد العلاج مش بالطلاق كتار من الناس بقولوا لو عرفنا كلفة الطلاق لا أدركنا أن كلفة العلاج والمصالحة كانت أقل بكتير ما بيحكي عن الكلفة المالية فإذن ليس في الطلاق وليس في الخيانة ولكن بالقبول والصبر والنعمة والمحبة والعطاء والسند والرفع والسابورت وانتظار الله فإذن العلاج مختلف ليس لأننا أذكى من غيرنا ليس لأن المعالج أو الراعي أو العجائز أذكى من الآخر لا ولكن لأنه حين نرفض الله إذن نحن نرفض المشكلة وهويتها وحين نرفض المشكلة وطبيعتها يكون العلاج غير ناجز لو أنت رحلت عند أفضل طبيب بالعالم لكن يعني ظن أنه عندك مشكلة بالقلب بينما أنت عندك مشكلة في الزبزبات الدماغ أي علاج يعطيك إياه إما قاتل إما غير نافع فتصور المشكلة هو المفتاح لتصور الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر